طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لعل هذه الانتخابات ولأول مرة تمر علينا شخصيا نتكلم عن نفسي بدون شطب وبدون محاكم وذلك من خلال القوانين التي تعمد من وضعها ليعزلنا سياسيا ولكن بفضل الله عز وجل أن جاء هذا القانون ورفع عنا الظلم فنشكر سمو الأمير حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الذين كان لهم الدور في إقرار هذا القانون والذي كان سببا في رفع الظلم وإعادة قيدنا مرة أخرى مهما حاول هؤلاء الذين كانوا في السابق يريدون أن يسيطروا ويهيمنوا على الدولة وعلى مؤسساتها فشكرا سمو الأمير وشكرا سمو رئيس مجلس الوزراء وما ذلك إلا بعد الله عز وجل أن عاد بدر الدهوم وليس بدر الدهوم بل الشعب الكويتي الذي كان له ذلك الموقف لذلك أحب أن أتلو بيانا لترشح اليوم أقول بسم الله الرحمن الرحيم أخواني وأخواتي الكرام أبناء وطني لقد تقدمت اليوم بأوراق ترشحي لانتخابات مجلس الأمة لسنة 2024 عن الدائرة الخامسة بعد أن منعت لعدة سنوات ظلما لأسباب أنتم تعرفونها فقد عشتم معي هذه الأحداث لحظة بلحظة فكنتم بعد الله تبارك وتعالى خير معين على تحمل الظلم وخير ناصر في مواجهة الفاسدين بل وخير مثبت لنا على مواقفنا والتي لم نقفها إلا حبا لوطننا ودفاعا عن حقوق شعبنا ولنكون بارين في قسمنا وجديرين بثقتكم الغالية التي كانت وسام شرف على صدورنا أخواني وأخواتي الأعزاء لقد سعى الفاسدون الذين يملكون المال والنفوذ والإعلام وسخروها جميعا بالإفتراء علينا والطعن فينا وأرادوا بذلك الإساءة لنا وإبعادنا عن المشهد ولكن إرادة الله تبارك وتعالى أقوى من إرادتهم فها نحن اليوم نعود للانتخابات وقد ارتفع الظلم عننا ورجع الحق لأصحابه بعد أن طهر الشعب الكويتي قاعة عبدالله السالم من قوى الفساد من خلال مشاركته الفعالة في التصويت والتي نتمنى أن تستمر هذه المشاركة حتى لا يصل إلى البرلمان إلا من يستحق تمثيلكم فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية ويحميها من كل فاسد وفي الختام نعاهدكم بأننا سنسعى جاهدين في محاربة الفساد وتحقيق الاستقرار والتعاون لكل ما يصب في مصلحة الكويت والكويتيين ووحدتهم والاستمرار في تنفيذ الخارطة التشريعية مفعلين دورنا الرقابي والتشريعي بإذن الله مخلصين له ومراقبين له في أعمالنا مستعينين بالله تبارك وتعالى ثم بالمخلصين من أبناء الوطن حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه ودمتم سالمين أخوكم الدكتور بدر زايد الدهوم شكرا لكم